بسم الله أبو أبن والروح القدس الإله الواحد أمن أحبتي يقول الكتاب ما أحلى وما أجمل أن يجتمع الإخوة معا واليوم هو يوم فرح كبير فرح كبير وشكران للرب كبير لأننا اجتمعنا مع بعضنا البعض في هذا الدير المقدس اشتركنا في هذا القدس الإلهي وسنشترك بجسد ودم الرب الكريمين أستطيع أن أقول اليوم السماء تهبط وتحل علينا ونحن نعلو ونرتفع ونلتقي ببعضنا البعض ونجتمع وفي وسطنا الرب يسوع الذي أحبنا وأتى من أجل خلاصنا نعم وبعد أن سمعنا التراتيل الجميلة من الجوقة التي نقلتنا حقيقة إلى السماء ولا ندري أكن في السماء أم على الأرض هذا سر السر هذا لا يفهم بكلام بشري ولا يعبر عنه بكلام بشري هذا أمر يحياه المؤمن يحياه كل واحد مننا في داخله ويشعر بهذا الأمر بهذا السر الرهيب العظيم في داخله لأننا كيف نستطيع أصلا على سبيل المثال أن نفسر أن الرب الرب يسوع السيد المسيح الابن الوحيد لله الآب تجسد من امرأة مريم العزراء وآتى إلينا من أجل خلاصنا هذا كيف ينفهم بأي منطق بشري وبأي لغة بشري هذا اليوم الأحد يصادف الأحد الذي يلي الظهور الإلهي أو لغتاص مثل ما بنسميه وهو أيضا يودع فيه في هذا اليوم من الناحية الليتورجية التقصية يودع عيد لغتاص عيد الظهور الإله ولذلك المقاطع الكتابية من الإنجيل ومن الرسائل التي تليت في هذا القدس فالإنجيل كان من إنجيل متى ويتكلم فيه الرسول عن الرب يسوع وما أريد أن أتوقف عليه هو آخر آيتين اللي بيحكوا عن النور لأنه لغتاص والرب هو النور ولذلك اخترت هذه المقاطع اللي بيقول إن الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما والجالسين في بقعة الموت وظلاله أشرق عليهم نور فالحديث عن النور أما المقطع الذي تلي من الرسائل فكان من رسالة القديس بولوس الرسول إلى من الأصحاح الرابع ويتكلم أيضا عن المواهب والعطايا التي أعطانا إياها الرب المتعددة والمختلفة ومشان هيك بيقول جعل البعض أنبياء رسال مبشرين إلى آخره الكثير حلو ومهم بيقول وكل ذلك هذا التنبع يعني كل ذلك لأجل تكميل القديسين أي المؤمنين ولعمل الخدمة وبنيان جسد المسيح وينتهي ويقول إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدة الإيمان ومعرفة ابن الله انتبهوا معي هنا شوي إلى إنسان أن ننتهي جميعنا إلى إنسان كامل إلى مقدار قامة ملء المسيح يسور هذا كلام كثير مهم مش هنيك اختير هذين المقطعين أن يتليا في هذا اليوم الذي هو الأحد الذي بعد الظهور الإلهي والذي نوضح فيه عيد الظهور الإلهي لأنه ننقل العلاقة بمعاني عيد الظهور الإلهي والتجسد الإلهي الأمر اللي قد يلفت الانتباه أنه المقطع الإنجلي اللي ذكرناه بعد أن يتكلم عن النور وأننا أبصرنا النور ينتهي بآية تبدو قد غريبة من حيث موقعها بعد أن تكلم وقال أشرق علينا نور والنور حل على الجالسين في بقعة الموت وظلل الموت بقول ومنذ إذن افتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا فقد اقترب ملكوت السموات يعني بكلاميك لو بسيطة لا شعبي عم نحكي في الواحد يقول خير عم نحكي عن النور وإلى آخره كيف فجأة بيجي الصرخة توبوا فقد اقترب ملكوت السموات بدي ريد اليوم يا أحبة ببساطة اتأمل أنا وياكم وتوقف قليلا أنا وياكم على هالآيات اللي سمعناها وكيف نستطيع أن نربط مع بعض البعض ما سمعناه في الإنجيل وما سمعناه من الرسول بولوس الحديث في الميلاد في تجسد من الله الحديث في الغطاص في معمودية الرب يومي معمودية الرب يسوع المسيح الظهور الإلهي الحديث بشكل أساسي هو عن النور النور الذي أتى إلينا من أجل خلاصنا النور اللي تجسد الرب يسوع المسيح بالروح القدس من العذراء مريم أتى هو وتواضع وأتى هو إلينا لماذا؟ من أجل نفسه أتى إلينا لكي يرفعنا لكي يرفعنا أتى إلينا من أجلنا من أجل خلاصنا كي لا نبقى رازحين تحت الخطيئة كي نعود ونعلو ونلبس ذاك الجمال الذي أبدعنا هو عليه من شانهيك مثلاً في يوم الميلاد في يوم الغطاص كلكم تعرفوا من رتل تلك الترتيلة اللي من رتلها في يوم المعمودية أنتم الذين بالمسيحة تمتهم المسيح قد لبستهم هذا لكي نظهر المعنى الحقيقي لمعنى التجسد الإلهي ولمعنى الظهور الإلهي الذي هو أن الله أحبنا أحب الإنسان بمقدار لا يعبر عنه بكلام بشري لدرجة أنه لم يهمله ولم يتركه أن يموت بخطيئته ولكن حقق وعده بأن أرسل في كمال الأزمنة الابن الوحيد الرب يسوع متجسناً من العزراء مريم من أجل خلاصنا حتى يجعلنا أبناء النور وأبناء الحياة من جديد ولذلك علمنا أن نصلي وأن نقول أبانا الذي في السموات يعني هو علمنا أن نقول أن نناديه يا أبانا يا أبانا الذي في السموات أتى إلينا لكي يحررنا من جديد لكي يجعلنا أبناء من جديد لكي نرث معه من جديد ونكون حوله في ملكوته وفي نوره مع معشر كل القديسين وهنا ونحن نتكلم إذن عن النور الآتي إلينا لكي نستنير نحن لكي نستنير نحن يجينا هذا الصوت الذي بدأ يكرز به الرب يسوع توب ما ارتباط هذا توب بالنور الذي نتكلم عنه ويسمح الحال يوقف شوي هون على تلمي التوب التوبة التوبة يفهم الكثير ببعض الأحيان بما نسميه الندامة أنه أنا اندمت عن خطاياي ما هيك أبدا التوبة أعمق بكثير من الندامة الندامة هي خطوة من خطوات التوبة الإنسان بيعرف ذاته أولا يرجع إلى نفسه ويعرف ذاته وبيعرف أنه أخطأ فيندم على ما فعل ولكن لا يندم على ما فعل ويظل أعدونيك في الخطيئة يقوم ويصلح السيرة وينظر إلى أمان ولذلك يقول الرسول بولوس أنه الإنسان يترك ما وراء وينظر دوما إلى ما هو أمان لذلك يقول للرب يسوع نفسه سيروا ما داما لكم النور وهو النور وإنشان هيك نحن منظل دوما ننظر إلى أمام إلى النور الحقيقي ولا نخاف وإن عثرنا نقوم نتوب ونسير من جديد إلى أمام وبقوة الرب نصل إلى حيث نريد نصل إلى الحق وإلى الحياة الأبدية ولذلك يتكلم الأباء القديسون عندما يتكلمون عن التوبة أصلا باليونانية كلمة التوبة يقولون متانيا ونستعمل اللغات الأجنبية متانيا متانيا هي من جزئين جزئين باللغة اليونانية وتعني تغيير الزهن تغيير الزهن فالتوبة هي هذا التجدد هذا التغيير هذا التبدل في الكيان الإنساني بذهنه بعقله بقلبه بمشاعره بعواطفه فيتبدل هذا الإنسان من ذاك الإنسان العتيق اللي بتسيطر عليه ضعفاته وسقطاته وأهواءه ويتحول إلى الإنسان الجديد على شاكلة آدم الجديد على شاكلة المسيح يلبس المسيح يتزين بالفضيلة بالحلاوة بالأخلاق بالجمال بالوداع بكل ما هو صالح ولذلك يتحدث الأباء القديسون عن ما يسمونه المراحل الثلاثة في الحياة الروحية مرحلة التطهير مرحلة الاستنارة مرحلة القداسة التقديس أو التأله إذا أردتم كل إنسان في حياته الداخلية بإيمانه بربه وفي سعيه أن يتطهر وأن يتنقى في هالمراحل الثلاثة المرحلة الأولى التطهير الإنسان الذي سقط تحت الخطيئة وصار يمارس الخطيئة والرذيلة وما ينجم عنها عندما أتى الرب يسوع أعطانا القوة لكي نعيش بموسب وصية السيد وليس بموجب ما تملي علينا أهواءنا وضعفاتنا وهذا ما يسمى بالتطهير هذا مثل أتون النار اللي بتمرأ في الذهب حتى يتطهر ويبقى الذهب الخالص فهذا هو السعي الروحي هذا هو الجهاد الروحي الذي يقوم الإنسان به في ذاته لكي يطهر نفسه من عيوبه حتى يبتعد عن الأعمال التي لا تليق عن البغض عن الكبرية عن السرقة عن الكسل عن الشراهة عن الهواء وأن يلتصق بالفضيلة بكل صلاح بالمحبة بالخدمة بالتواضع وهذا ما نسميه أن الإنسان يسعى لي كي يتطهر ذاته بنعمة الرب اللي هي بتطهرنا فينتقل بعدها الإنسان إلى ما يسمى بالاستنارة لأن الإنسان أنا ذاك بنعمة الرب يستنير يتقدس بالزهن والقلب الله بيعطيه النعمة والحكمة ويصبح في وضع من الاستنارة ما هو النور وأتى إلينا لكي نستنير وبعد ذلك بعد التطهير بعد الاستنارة تأتي تلك الحالة الروحية التي وصلها العديد من أبائنا القديسين وكلنا نسعى لكي نكون أيضا في هذه الحالة التي هي الالتصاق بالله الاتحاد بالله ما يسمى بالقداسة والتقديس والتألح والنعمة حيث نخضع للرب فيغمرنا بنعمه وبرحماته الإلهية هذا هو التوبة هاي هي التوبة التوبة تندرج في هذه المسيرة في هذه المسيرة التي يسعى فيها الإنسان الذي تقبل السيد الآتي إلينا من السماء فيريد أن يبادله حبا بحب وهذا الحب هو أن يتبدل ويتغير ويحقق هدف تجسده وهو أن يصبح مسيحا صغيرا جديدا على شاكلة السيد فيتغير ويترك إنسانه الباطل القديم العتيق لكي يلبس الإنسان الجديد المسيح قد لبستم نعم هذه هي التوبة ولذلك في هذا اليوم ونحن نتكلم عن الظهور الإلهي عن الغطاس عن الميلاد عن التجسد الإلهي وسمعنا المقاطع التي سمعناها من الكتاب المقدس التي تتكلم عن النور ويقول الرسول بولوس فيها كما ذكرت لكم أن ننتهي جميعنا كل واحد مننا في الجماعة أن ينتهي إلى إنسان كامل إلى مقدار قامة ملء المسيح يسور المسيح ما هو يا أحب يسمحوا لي يقول بهذا العربي البسيط الإنسان اللي بيكون آدمي أنا بيروح شوية على الكنيزة بيصلي وما بيتآت المعجار وما بيقله ألفاظ بذيئة أو شي من هالنوع بالطبع المسيحي هيك بالطبع أنه المسيحي آدمي أكتر من هيك بكتير المسيحية المسيحية أكتر من هيك بكتير أن تكون أن تصل إلى إنسان كامل إلى مقدار قامة الملء المسيحي يسوع النساء المسيحي رجل بطل رجل بطل لأنه أحب السيد لدرجة أنه يطلب أن لا يكون بعد عبدا وهذا البريد الله مننا بل أن يكون سيدا أن يكون هو سيد نفسه أن ينتقل من العبودية في داخله إلى الحرية إلى التحرر وآن ذاك بيكون على شاكلة السيد بيكون عم يفسح للسيد أن يحقق معنى تجسده وظهوره الإله في حياته الشخصية ونحن نتكلم عن الظهور الإله وعن معمودية السيد في نهر الأردن وعن ميلاد السيد في بيت لحن تشخص أنظارنا جميعا أحدة إلى القدس إلى بيت لحم ما فينا ننسى القدس ولا فينا ننسى بيت لحم ولا فينا ننسى فلسطين ولا فينا ننسى كل هذه البلاد والأرض المقدسة لا لبنان ولا سوريا ولا الأردن حيث تمشى الرب يسوع واعتجسد الرب يسوع وكل القديسين ومن هنا أصلا انطلقت المسيحية القدس هي قبلتنا قبلة الجميع هي مدينة السلام ونحن نأسف ونرفض الأرارات الأخيرة التي صدرت بحق هذه المدينة مدينة السلام هذه المدينة المقدسة أختم وأحبتي مصليا معكم ومعبرا عن فرح بلقائنا مع بعضنا البعض مصلينا جميعا نفس السلام المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة هذا هو كان الصوت الذي صدح من السماء من الملائكة يوم ميلاد السيد المسيحي وهي دعوتنا وهي رسالتنا وهي مسيحيتنا وهي محبتنا محبتنا أن نقول المجد لله في العلا نعطي المجد والتسبيح والشكران المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس فينا كلنا المسرة والفرح والطمأنينة شايفين كلكون معي العالم اللي يضطرب ويغلي من القلاقل والبلابل والحروب والمشاكل والخوف والفزع والإرهاب والقتل والخطف والتدمير الناس كلها مضطربة إذا واحد بده يسافر من محل لمحل بده يعمل الميت حساب ما كنا هيك الله يعطينا السلام الله يعطينا الطمأنينة والأمان والاستعرار في لبنان وفي سوريا وفي فلسطين وفي القدس وفي كل هذه المنطقة وفي كل الشرق الأوسط وفي كل بلادنا وديارنا الأرثوذوكس الأرثوذوكس طول عنهم هم أول من حل قضايا بلادهم وهمون بلادهم وتكلموا عنها ونادوا بها نعم ولذلك بختم قائلا أحبتي نحن نحن فخورون بكم جدا لأنه قد نحكي عن الكنيسة الأرثوذوكسية الكنيسة الأرثوذوكسية هي أنتو الشعب الطيب وأباءكم وأجدادكم أباءنا وأجدادنا اللي حطوا دمهم من أجل المحافظة على إيمانهم للمسيحي من ناحية وعلى إرثهم ووطنهم من ناحية أخرى هذا التراب اللي مني منشي عليه فيه بديارنا كله مجبول بدماء أباءنا وأجدادنا دفعنا حقه دم وعلينا نحن أنه نحن نحن نحافظ عليه وبدنا نحافظ عليه وبدنا نحافظ على هذا الأرث العظيم اللي الرب وضعه بين أيدينا مش هايك عمقول نحن فخورون بكم جدا كلكم طيفنا الأرثوذوكسية ما في أحلم كنيستنا الأنطاقية كنيسة كثير عظيمة وإن كان بعض الأحيان بتسمعوا بتشوفوا بتقروا بيطلع له كان مقالة هون وغنيك وكتاب هون هونيك كل واحد بيكتب مثل ما بيريد حرية الفكر والتعبير فليكن نحن قلب واسع نسمع الكل ونشوف الكل ولكن هذه الكنيسة الأنطاكية التي أسسها الرسولان بطرس وبولوس هذه الكنيسة إغناطيس الأنطاكي القديس الذي قدم مأكلا للأسود وكل الأباء القديسين الذين أتوا والرجال العظام الكبار آباءكم أجدادكم هذه الكنيسة العظيمة اللي هي كنيسة شاهدة عبر التاريخ دوما هي كنيسة شاهدة شاهدة للحق وهي كنيسة شاهدة بالوقت نفسه فالله يقويكم ويحميكم الصلاة إلى الرب يغدق عليكم جميعا وعلى عيالكم جميعا الحاضرين وكل الغابين وكل أبنائنا في بلاد الانتشار وعلى العالم كله فليغدق عليكم بمراحمه بعطاياه الإلهية والسماوية ونحن فخورون أن أبنائنا وأن طايفتنا الطايفة العظيمة حيث ما كانت أبنائنا حيث ما كانوا هم الأبناء المخلصون والأوفياء والذين قدموا والذين يقدمون والذين يشهدون للحق والذين يحافظون على هذه الوديعة وديعة الإيمان وهذا الأرث العظيم وينقلونه إلى أبنائهم من جيل إلى جيل ويبقى اسم الله هو الممجد وهو المبارك إلى الأباد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر